في المناء النهاردة بيبتدي بإعلام في التلفزيون عن طبخ مشهور جدا اسمه جستو ونقد مشهور بيقول ان مش اي حد يقدر يطبخ ويبقى يكله حلو وبيظهر فار اسمه ريمي وبيتكلم عن نفسه ويقول ان حياته صعبة اولا لانه فار ثانيا لانه عنده حس تشم وتزوق متطورة جدا وفاجأة بيظهر اخو ايميلي اللي بينبهر بسرعة بأي حاجة وبيظهر كمان بابا قائد جماعة الفيران اللي مش بيعجبه حاجة خالص وفي مرة بيكتشف ريمي من راحة الاكل ان الاكل ده في سم فران وساعتها بيعرف ابوه الموهبة اللي عند ابنه ومن وقتها الفران بتروح له علشان تسأله الاكل ده ما اسمهم ولا لأ وفي يوم بيقول البابا ان هو ازعلان ان هم عايشين ياكلوا من الزبالة ويسراوا الاكل وبيعترض بابا على كلامه وبيقول له اصحاب الاكل دول بيرموه يعني احنا مش بنسراه وهم خلاص مش عايزينه بس ريمي كان مقتنع ان هو لازم ياكل اكل نظيف وان الاكل ده مكانه المطبخ زي البناء ادمين عشان يبقى نظيف وما فيهوش اي اسم وبيكرر ريمي ياخد ايميل ويدخله بيت علشان يدوره على زعفران يحطه على الاكل وهو في البيت بيشوف ريمي التلفزيون ويعرف انه الطبخ بستو مية وبتسحى صاحبة البيت وبتشوف ريمي ايميل وتجري وراهم وبيجري بسرعة وبيقدروا يهربوا منها وبياخد ريمي كتاب الطبخ وهو بيهرب مع ايميل بس ريمي هو بيهرب بيتوق ويوعع في المية وبيحاول ينقذ نفسه بالكتاب لحد ما بيوصل لمواسير الصرف ولما بيطلع من المية بيقعد يقلب في صفحات الكتاب وبتخيل ان هو يتكلم مع جستو وخيال جستو بيقول له انت لازم تطلع بره المواسير دي وتشوف العلم وتنسى اللي حصل بيطلع بعدها ريمي للشارع وسط البيوت وبنتفاجئ ان هو في مدينة باريس وبيلاقي مطعم جستو وبيفرح جدا وبندخل جوا مطبخ المطعم والطبخين شغالين كلهم وبيدخل عليهم الشيف سكاتر وبيلاقي واحد قاعد فكورنا وبيعرف ان هو ابن واحدة صاحبتهم قبل كده كان انشغال معهم وماتت وبيقدم لنجويني لنواد الصغير الجواب لسكاتر سبيته وموليه علشان يساعدوا ان هو يلاقي شغل في المكان ده فبيكرر ان هو يعينه عامل نظافة ولما كان ريمي واقف فوق بيتفرج على المطبخ بيوعى جواحوض الغسيل بتاع الأطباق وبيخرج منه بسرعة وبيحاول ان هو يستخبى ويجري لغاية ما يوصل للحل اللي فيها الشربة اللي بوازها لنجويني وبيحط فيها بهارات وحاجات علشان تصبط طعم الشربة بس فجأة بيلاقي لنجويني قدامه وبيحاول ليهرب بس لنجويني بيحبسه في مصفة ويدخل مساعد الطباخ يسأله على الشربة خلصت ولا لأ وبييجي الشيف يزع لنجويني يفكر ان هو اللعب في المكونات بتاعتها بس الجرسون كان خلاص خد الشربة ومشي والشيف بيحاول يلحقه علشان ما يقدمهاش للزباين بس ما بيلحقش وطبعا بيطرد الشيف لنجويني بس بعدها الجرسون بيروح للشيف ويقوله ان الزبان بيسأله عليه وبيروح الشيف والجرسون للزبونة اللي بيلاقوها ناقضه الطعام مشهورة والاكل عجبها قوي مع ان الشيف كان متضايق جدا من لنجويني بس اتاته بتقوله ما ينفعش ان هو يطرده وكمان ناقضها عجبتها الشربة وهتكتب مقاله عن المطعم فبيقول لها خلاص متام انت مهتمة بمستقبل المهن قوي كده انت اللي هتكون مسؤول عنه وبيقول لنجويني ان انت هتعمل الشربة دي تاني وهرقبك وهشوفك انت بتعمليه وريمي بيحاول يخرج من المطبخ الشيف بيشوفه وبيعود يزعع وليمسكه وشيف بيقوله ارمي الفار ده بعيد وبيخرج لنجويني بالفار ويروح علشان يرميه في المياه بس بيبصوله ويزععله قبل ما يرميه ويقوله ان هو السبب في كل اللي حصل بس بعد كده بتي في دماغه فكرة ادام هو اللي عمل الشربة اول مرة يعملها تاني ويكرر ان هو مرميه الفار في المياه ويتفق ان هم يساعدوا بعض لان لنجويني ما بيعرفش يطبخ ويرجع الفار مع لنجويني البيت ويفرجوا على البيت بتاعه ويقعد يتفرج على برج ايفل من الشباك ويوم السبح لما بيصحى لنجويني بيلاقي الفار حضار لفطار ويروحوا هم الاتنين مع بعض المطعم ويكرر لنجويني ان هو يحط الفار في هدومه ويفضل الفار يعد فيه ويتفرج عليه وهو يعمل حركات له ايرادية بطريقة غريبة جدا ويدخل التلاجة من كتر العد ويكتشف ان الفار جعان فبيديرو حتى الجبنة ويوصلوا لحل ان الفار يبقى في تربوش بتاعه ويحركوا عن طريق ان هو يشد شعره ويفضلوا يدربوا في البيت عن موضوع ده وان هم يتعاملوا بيه وبينجحوا في الاختبار والشربة بتعجب الشيف بس بيقولهم ان الشربة دي بس مش كفاية وان هو لازم يتعلم كل حاجة ويوديل تاتوي علشان تعلمه بس لما بيروح لها بتقوله بكله نفسانة انا تعبت جدا علشان اوصل للمكان ده مش هسمح لحد زيك ان هو يضيع لي اللي انا عملته ولازم تسمع الكلام وعطي غلط اي غلطة وبيجي للشيف ده جواب من ام لنجويني بتقوله ان لنجويني دوان يبقى ابن جستو بس ولا هو ولا جستو كانوا يعرفوا وبسرعة بيتصل بالمحامي بتاعه اللي بيقوله ان الوصية بتاع الجستو ان لو مر سنتين من غير ظهور اي وريس المطعم هيروح ليه هو بس بظهور لنجويني خلاص كده ولما بيشكك الشيف في الكلام ده وهم بياخد المحامي شعرة من التربوش بتاع الجستو وبيقوله هنعرف مدي ان ايه وبيطلب من الشيف ان هو يجيب عينة من لنجويني من شعره مثلا علشان يعملوا التحليق وبتبدأ تاتوي ان هي تعلم لنجويني ازاي يطبخ وازاي يمشي على خطوات جستو وانه لازم يمشي ورا الوصفة بالزبط وما يحط الشتاتش بتاعته وبيبدأ الزبان ان هما يطلبوا اكل جديد غير اللي في المينيو والشيف بيقول لنجويني ان هو يعمل لهم وصفة من وصفات الشيف جستو وبيختار له وصفة وحشة جدا لان الشيف طبعا كان عايز يبوز الخطة لنجويني ويثبت ان هو فاشل ويتروده وبيبدأ لنجويني ان هو يحضر الوصفة بمساعدة الفار وتاتو كان المفروض ان هي بتشرف عليه بس الفار بيعمل اللي هو عايزه وتاتو بتدايق بس الوصفة بتاعجب الزبان قوي وبيبدأ الزبان كلها ان هي تطلب الوصفة دي وبيلاحظ الشيف الفار جوا طربوش لنجويني وبيخرج ساعتها لنجويني علشان يرايح الفار بره وبيدخل تاني من غيره والشيف بيشير الطربوش بتاعه بس ما بيلاقيش حاجة وفجأة ريمي بره بيشوف اخو ايميل وبيروح يحضنه وبيلاقيه بيأكل من الزبالة فبيدخل ريمي المطبخ علشان يجيب له اكل من التلاجة ولما بيرجعله بيحاول يعلمه ان هو يستطعم الاكل واخو بيقوله ان هما لازم يرجعوا للمستعمرة ويقول لأهلنا ان انت عليستعايش وبيرجعوا للمستعمرة اللي بيحتفلوا برجوع ريمي لكن ريمي بيقول لابوه انه مش هيفضل قاعد معاهم وان على فكرة ان البشر مش وحشين للدرجة اللي انت كنت متخيلها وبابا بيستغرب من كلامه وبيقوله تعال معايا وانا وريد لك حاجة وبيلاقيه قدامه مصيدة فران وسيم وبيفكروا ان الحاجات دي اللي بيستخدمها البشر ضدهم لكن الفارب يصمم على الرأيه وانه لازم يرجع المطعم للنجويني وبيدخل جوا التربوش وبيحاول ان هو يحركه وهنا بتدخل تاته وتسأل لنجويني عن اجتماعه مع الشيف ولنجويني ما بيردش عليها انه اصلا نايم فبتضربه بالقلم وتقوله انا ما كانش ينفع ان انا ساعدك لانك بتتقرب للشيف وعايز تاخد مكاني وهنا بيفوق لنجويني ويصحى ويقولها انا اصلا ما بعرفش اطبخ وان كل اللي حصل ده كان بالصدفة وانه عنده سر لازم يقولها عليه وساعتها بيتلغبط ومش بيعرف يقولها ويأكد المحامي للشيف ان لنجويني فعلا ابن جستوه ويتدائي الشيف جدا لما المحامي بيقوله انه فاضل ثلاث ايام والسنتين يخلصه وتعتوب تاخد لنجويني وراها على الموتسيكل بتاعها ويطير التربوش وجوه الفار في الشارع ويتخضر فار من العربيات والناس ويزعل من نظرة العالم له ويقابل اخو تاني اللي بيطلب منه اكله ويحاول نيمي ان هو يسرق اكل علشانه ويروح يسرق مفتاح التلاجة بس بيشوف الورق بتاع الشيف ولما الشيف بيدخل عليه بياخد الورق ويطلع يجريه وبياخد لنجويني المطعم ويخطب تاتو ويكتب عنهم في الجرايد وبيجي اهل الفار وبيفضل يطلع لهم اكل من التلاجة وتيجي الصحافة تسعى لنجويني عن موهبته وطبعا ما بيرداش يجيب سيرة الفار وبيفضل يتكلم عن نفسه عن تاتو فبتضيق الفار جدا من اللي هو عمله ويدخل النقد المشهور اللي كان في اول الفيلم وبيقول انه هيجي بوكرا يدو الاكل وكمان هيكتب عنه وينجويني تخلق مع الفار وبيطلع برا المطعم وبيرميه وبعدها ريمي بيشوف اخوه معه فران كتير وبيقول لهم انه عزمهم على اكل كتير نظيف ولما لنجويني بيرجع البيت مش بيلاقي الفار بس في الوقت ده الفار كان خد كل اهله الفران وبيدخله المطبخ بتاع المطعم ولنجويني رايح يعتذر لريمي بيفتح التلاجة وبيلاقي فران كتير وبيعرف ان ريمي كان بيسرق الاكل وطبعا لنجويني بترودهم كلهم برا بس الشيف بينجح انه هو يمسك ريمي اللي بيدخل المصيادة مكان اخوه وبيوصل النقد المطعم وبيطلب اكل وبيطلب من لنجويني انه هو يقدم احسن حاجة عنده وبيجي ابو ريمي وينقذوا من القفص وريمي بيقول لهم انا لازم ارجع المطعم علشان اساعدهم وفي المطعم الدنيا كانت مقلوبة لان لنجويني مش عارف يطبخ من غير ريمي وبيوصل ريمي والطبخين بيحاولوا ان هما يقتلوه بيوقفوه لكن لنجويني بيحكي لهم الحقيقة بس طبعا المساعدين كلهم بيسيبوه ويمشي حتى تاتو وبيجي ابو ريمي ليه ويقول له احنا هنساعدك وان انت واحد مننا وهنا بيدخل مفتش الصحة اللي بيلاقي الدنيا مليانة فران فريمي بيطلب منهم ان هما يوقفوه ويطلب من باقي الفران ان هما يساعدوه في الطبخ وبيروح لنجويني يقدم الاكل للزباين والناحية تانية ريمي كان بيشرف على الفران اللي بتطبخ في المطبخ وبترجع تاتو تساعدهم وبيقرر لفر ريمي ان هو يعمل طبق جديد ولنجويني بيقدم الطبق للناقض وهو خايف بس لما بيدوق بينبهر بتعم الاكل وبيشكر لنجويني عليه لكن لنجويني بيقول له انه مش هو اللي طبخ وبيروح يجيب تاتو والفارو وبيحكيله القصة كلها ويكتب ايجو مقال يقول فيه انه مش اي حد يقدر يكون طباق لكن الطباخ ممكن يكون من اي مكان وانه منبهر من العبقاري اللي بيطبخ في المطعم بتاع جستوه واللي بيعتبره احسن طباق في فرنسا كلها بس طبعا بعد اللي مفاتش الصحة شايفه بيقفل المطعم ومع ذلك بيفتح لنجويني والفارو تاتو مطعم تاني صغير وبيعملوا فيه احلى روتا تويل في بريس كلها قدام وصلت نهاية في الميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وقالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول اهلا بيكم في فيديو جديد وكل ما تشوف فيديو ليا هتقول لي هل من المزيد وانا عشان بحبك هقول لك اكيد